كل الأمنيات الطيبة لحضراتكم بيوم سعيد كله إن شاء الله صحة وسعادة ورزق وفير وأمنيات تتحقق بإذن الله سبحانه وتعالى النهاردة ومن خلال حلقتنا هيكون عندنا لقاءات على الهواء مباشرة بالإضافة لفقراتنا الخارجية أقول لحضراتكم الأول عندنا مين على الهواء النهاردة وهنتكلم في إيه أول لقاءاتنا هيكون مع دكتور شيماء أحمد مؤمن دكتور شيماء من ستزتنا في جامعة عين شمس بالإضافة إلى أنها لها اهتمامات كبيرة بشؤون البحث العلمي وخاصة في المنظمات المهتمة بالبحث العلمي وتنمية البحث العلمي في مصر والنهاردة هنتكلم عن اهتمام الدولة المصرية بالبحث العلمي والعلماء وتطور هذا الأمر ودور البحث العلمي في إحداث التنمية المستدامة في بلدنا أما لقاءنا التالي فهيكون مع دكتور نيفين نبيل نخلة أستاذ إدارة الأعمال ومحور الكلام في هذا الحوار هيكون عن المرأة المصرية واهتمام الدولة وبصفة خاصة الرئيس عبدالفتاح السيسي بالمرأة والمجاسب اللي حققتها المرأة المصرية خلال التمن سنوات السابقة دي لقاءاتنا على الهواء بالإضافة لكده بيكون عندنا فقرات سبتة زي ما حضرتكم تابعيننا كل يوم الأخبار هنلتقي بيها مباشرة قبل اللقاءات ومعاكم أهم العنوين في صحفتنا المصرية الصدرية صباح اليوم الخميس الموافق 16 يونيو 2022 وهبدأ معاكم من اليوم السابع والرئيس السيسي في المؤتمر الصحفي مع رئيسة المفاوضية الأوروبية نمضي بخطة ثابتة على طريق التنمية نرحب بقرب اعتماد وثيقة أولويات المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي حتى عام 2027 وحرصون على اتفاق ملزم بشأن سد النهضة الرئيس نتطلع لدعم أوروبي في تغير المناخ والبيئة وقضية المياه تمس صميم الأمن القومي المصري أورسولا مصر شريك استراتيجي للاتحاد الأوروبي أما من الأهرام فرئيسة المفاوضية الأوروبية خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس عبد الفتاح السيسي اعتماد 100 مليون يورو لمصر لمواجهة أزمة الأسعار والغذاء وملتزمون بزيادة التعاون بين الجانبين وتؤكد مصر رائدة في الطاقة المتجددة وفي تصديرها أما من جريدة الأهرام فرئيس عبد الفتاح السيسي لوزراء دول منتدى غاز شرق المتوسط موارد الغاز دافع للتعاون والسلام من موقع أخبار مصر الرئيس يؤكد لرئيس أركان القوات المسلحة الإماراتية علاقات البلدين مصيرية أما من موقع أخبار مصر فرئيس الوزراء افتتاح الرئيس السيسي لمشروعات الانتاج الحيواني يحقق الأمن الغذائي ومن أخبار اليوم رئيس الوزراء تأجيل زيادة أسعار الكهرباء لمدة 6 أشهر يكلف الدولة 10 مليارات جنيه من الأهرام رئيس الوزراء الاحتياطي الاستراتيجي من القمح يصل إلى 6 أشهر من موقع أخبار مصر مرة أخرى رئيس الوزراء الدولة لم تحرك سعر السولار على الرغم من زيادة أسعار الوقود أما اليوم السابع فرئيس الوزراء يوجه بزيادة الرؤوس الحية للحفاظ على أسعار اللحوم خلال عيد الأضحى من أخبار اليوم محافظ البنك المركزي الرئيس السيسي يدعم جهود التكامل الاقتصادي بين مصر وإفريقيا نستكمل أخبارنا ووصلنا لهذا العنوان المنشور في اليوم السابع بمشاركة 60 دولة شرم الشيخ تحتضن المؤتمر العالمي للبرلمانيين الشباب ورئيس مجلس النواب يجب العمل على إنقاذ الكوكب من خطر التغيرات المناخية والخارجية والمجتمع الدولي لا يسير على الطريق الصحيح لمعالجة أزمة المناخ عودة إلى موقع أخبار مصر والحكومة العفو عن بعض المحكوم عليهم بمناسباتي عيد الأضحى وذكرى ثورة يوليو أما من الوطن فأسامة ربيع إزالة 26 مليون متر رمال مشبعة بالمئة لتطوير القطاع الجنوبي لقناة السويس من المصر اليوم الصحة فحص 123 ألف طفل حديث الولادة ضمن مبادرة رئيس الجمهورية ما زلنا مع حضراتكم في هذه العنوين والتعليم لا يوجد إعادة تصحيح للامتحانات الإلكترونية للصفين الأول والثاني الثانوي أخيرا أحوال الطقس ودرجات الحرارة طقس الخميس حار في أغلب الأنحاء ونشاط للرياح ودرجات الحرارة العظمى والصغرى في القاهرة العظمى 34 درجة والصغرى 23 الاسكندرية 28 و22 مطروح 29 و21 سهاج 37 و25 قنة 38 و25 وأخيرا أسوان العظمى 40 درجة والصغرى 26 درجة باستعرضنا لأحوال الطقس ودرجات الحرارة بنكون وصلنا لختام هذه الجولة الإخبارية الصباحية السريعة فاصل وهنرجع لحضراتكم نستقبل ضيوفنا ولقاءاتنا الرئيسية في حلقتنا النهاردة أول لقاء النهاردة هيكون مع دكتور شيماء مؤمن عضو الاتحاد العربي للتنمية المستدامة وحوار حول أهمية البحث العلمي في مصر وكمان أكيد في الوطن العربي بعد هذا الفاصل إن شاء الله رجعنا لحضراتكم مرة تانية ونوينا في بداية الحلقة وكمان قبل الفاصل مباشرة إن حوارنا هيكون عن البحث العلمي ودوره وأهميته في إحداث ما يعرف بالتنمية المستدامة حقيقة موضوع يمس حياتنا بشكل كبير لإني مش محتاج إن أؤكد إن الدول اللي تقدمت تقدمت بالبحث العلمي والاهتمام بشؤون العاملين في هذا المجال وعلى رأسهم طبعا العلماء والباحثين وبالتالي كمان حولت نتاج هذا الفكر البشري لمنتجات أو ربطت ما بين البحث العلمي والصناعة من هذا المنطلق هيدور حوارنا مع ضفتنا الكريمة اللي بتشرفنا وبيسعدنا إنها تصحبنا في هذا الصباح السيدة الدكتورة شايماء أحمد مؤمن عضو الاتحاد العربي للتنمية المستدامة من ورانا يا دكتورة شكرا جزيلا لوجودك معنا والحقيقة بنسعد دايما بوجود أساتذتنا وعلمائنا شكرا جزيلا أبدأ معاكي بالفكرة اللي دايما بنأكد عليها البحث العلمي وأهميته في إحداث التقدم لكن إحنا النهاردة هنقول لا إحداث التنمية المستدامة نشرح كده ببساطة العناصر اللي إحنا قلناها تاني خلينا نتفق في الأول إن كلمة تنمية مستدامة معناها اللي هو أن تسير قاطرة التقدم بالإضافة إلى حفظ مقدرات الدولة والموارد الطبيعية للأجيال القادمة البحث العلمي معروف عنه أنه هو حائط الصد لمواجهة أي تحديات بتمر بأي دولة طبعا أنا بحب أهني الشعب في البداية بقرب الاحتفال بالذكرى السنوية اللي صور التلاتين يونيو طبعا ودي كان لها دور كبير جدا في ترسيخ استراتيجية علمية عملية مهمة جدا لإبراز أهمية البحث العلمي والتعليم العالم البحث العلمي والتعليم العالي كانوا من أهم القطاعات اللي شاهدوا إنجاز كبير في التمن سنوات اللي فاتت أي مشروع أو أي فكرة تمت على أرض الواقع ما هي إلا بزرة لبحث علمي أو رؤية تم البحث حواليها وتقييمها من عدد من العلماء لتطبقها على أرض الواقع إذن البحث العلمي هو القاطرة اللي هتسير بناء عليها التنمية الاقتصادية علشان تبقى مصر قوية قادرة إن هي تعمل تنمية مستدامة على وجه الأرض طب يعني إيه تنمية مستدامة أو اقتصاد مستدام إن أنا تسير قاطرة التنمية ويسير التقدم وفي نفس الوقت أنا محافظة على ثبات مواردي الطبيعي يعني كل المشروعات البحثية اللي تمت كانت بتعتمد على إن أنا أتقدم بالإضافة إلى إن أنا أحافظ على مقدراتي وبرضو أحافظ على الكيان البيئي كيان اقتصادي كيان اجتماعي ودي كانت الأبعاد الأساسية في الاستراتيجية اللي تم وضعها في رؤية مصر 2030 طيب الكلام ده الحقيقي هياخدنا لنقطة في منتهى الأهمية وهي إن عادة الباحثين والعلماء في مراكز البحثية المصرية ويعني الجامعات كمان بيشتغلوا لكن بتفرق معهم أكيد إن يبقى فيه دعم من الدولة والقيادة السياسية ومش دعم يعني إيه زي ما بنقول كده اجتماعات ويعني مثلا معلومي لا مش معلومي اللي هو توزيع مثلا جوائز أو احتفالات أو الكلام ده قد ما الجزئية اللي حضرتك ذكرتها في نهاية كلامك وجود رؤية استراتيجية إحنا بنتكلم بدأت في 2014-2015 لـ 2030 وكمان دخول مصر مع أشقائها الأفريقى في رؤية للقارة الأفريقية 20-63 يعني إحنا بنتكلم في تخطيط بعيد المدى وكنا دايما بالنادي إن مسألة إن كان في الماضي الخطط اللي الدولة بتعملها خمس سنين خمس سنين ونبقى بنقول الخطة الخمسية والكلام ده كله إن ده كويس لكن مش ده اللي هيعمل تنمية مستدامة على المدى الطويل اشتراك بقى هذه الرؤية ودي اللي احنا تبعناه وبنشوفه أني لما سيادة الرئيس بيقابل مثلا حد من القادة العرب خصوصا أشقائنا في الخليج عندهم نفس الرؤية 20-30 السعودية كده 20-30 الإمارات الكلام ده كله هنا احنا بنتكلم بقى عن البحث العلمي في الوطن العربي إحداث تنمية مستدامة بالباحثين والعلماء المصريين والعرب في رؤية مشتركة 20-30 مبدئيا يعني في البداية طبعا بالنسبة للباحثين بيهمهم برضو على فكرة الدعم المعنوي يعني سواء التكريمات في المنتديات أو الاحتفال بعيد العلم أكيد له أهمية بس مش كفاية هي مش كفاية بس بيعملوا زي روح من التنافس والتصابق كده إن كل واحد ممكن يكون هو من المرشحين السنادي اللي هو يتكرم وإحنا طلبا أثناء التخرج لأوائل الجامعات كنا بننتظر عيد العلم كون إن في 2014 سيادة الرئيس اهتمامه ترسيخا لمبدأ العلم والعلماء قعاد الاحتفال مرة أخرى بعيد العلم ده إدى دعم أكتر للشباب وحديث التخرج والعلماء وأعضاء هيئة التدريس يتنافسوا من أجل الحصول على الدعم المعنوي بالإضافة برضو إلى التكامل بين العالم كله العالم كله أصبح في قبضة واحدة كده كله بيتكاتف إن هو حدوث أفكار البحث العلمي يمكن تطبقها على أرض الوقت تدفع عن الوطن وفي نفس الوقت برضو تدعم الاقتصاد القومي بشكل ملموس لكن بما إن حضرك عضو الاتحاد العربي للتنمية المستدامة فإحنا هنبدأ بالجانب العربي ودول العلماء العرب في أن أصلا القيادة السياسية في الدول العربية اشتركت في مسألة السنة 2030 رؤية للتنمية المستدامة 2030 بالنسبة لاختيار الأمد إن هو يكون إلى حد ما متوسط الأمد ليس بعيد يعني إحنا عارفين في قصيرة الأمد متوسطة الأمد بعيدة الأمد إلى حد ما متوسطة الأمد بحيث أن يتم أولا كنا نمر من الكبوة أو الفجوة اللي حصلت لنا قبل ثورة 30 يونيو نقف على أرض صلبة وبالتالي بدأ يحصل عدد من المنتديات والمبادرات لوحدة العالم العربي والأفارقة في نفس الوقت يعني مثلا مصر عندنا استضافة المنتدى الوزاري الإفريقي الثالث في نوفمبر 2021 ده كان بيؤهلوا بيشجع طلاب المدارس والجماعات الأفارقة أن هما يجدوا حلول وأفكار تساعد على حل مشكلات سواء الميا أو الطاقة أو المباني باستخدام التكنولوجيا استضافة مصر برضو للمنتدى الأول للتعليم العالي والبحث العلمي ده فعلا كان حقيقي بمثابة رؤية مستقبلية لدعم البحث العلمي واتفاقات علمية وتعليمية مهمة جدا حدثت على المستوى العربي والمستوى الافريقي لدعم البحث العلمي فكل التكاتفات والمبادرات دي والاستراتيجية الموضوعة بوجه عام على الدول العربية والافريقية تدعم البحث العلمي بشكل واضح جدا القيادة السياسية كان لها رؤية واضحة اللي هي أن أنا بحاول أنشر ثقافة النشر ثقافة التعليم والتكنولوجيا كثقافة مجتمعية عن طريق المنتديات والمبادرات والانطلاق العدد من المبادرات للشعب والطلاب بداية من النشر الصغير مرونة من تعليم أساسي تعليم مقابلة جماعة تعليم الجامعي وفيما يلي بعد كده لطلاب الدراسات العلمي طيب هاخد حضرتك لملاحظاتك وتقديرك الشخصي كأستاذة وعلمة وبحثة حضرتك أستاذ في جامعة عين شمس في المقام الأول لا اللي بتلمسي من تغيير حقيقي على أرض الواقع في مجال البحث العلمي خلال الثمان سنين اللي فاتت لا شاهدت مصر إنجاز وإسهامات كثيرة جدا في مجال البحث العلمي أولا دعم البحثين بشكل واضح جدا للنشر الدولي ومساهمتهم بشكل مشاهمة الدولة بشكل كبير اللي رفع العبء من على كاهل البحثين وتكفل بيء مصاريف النشر الدولي مما رفع طبعا بشكل كبير تصنيف الجامعات المصرية على مستوى العالم وزيادة الاستشهادات بالأبحاث المصرية المنشورة عالميا ده وضع مصر في المقدمة مقارنة بقارنتها من الدول العربية وأيضا بدأ يتم تكريم عدد من العلماء المصريين خارج مصر لأبحاثهم المميزة والأفكار اللي بتطلع من الأبحاث فكرة بسيطة بيطلع منها بروجيكت هاي اللي يتم تطبيقه بيلقى صدى كبير جدا على أرض الواقع في الفترات اللي احنا فيها دي زي مثلا دعم الأبحاث لاستخدام الهايدروجين الأخضر كبديل للطاقة دي من أكتر الأبحاث الفعلا يتم دعمها الفترة دي احنا شايفين أن محطة أنظار العالم المناخ وتغيرات المناخ فالمشروعات الفكرية البحثية في هذا المجال ودعمها ماديا وأكاديميا أعمل بشكل كبير جدا على تطبيقها في أرض الواقع طيب دكتور شايماء عايز حضرتك تقولي لي وبرضو توضحي للناس أن العلماء والبحاثين ما هماش يعني قاعدين في كده في معاملهم وفي أبحاثهم في برج عاجي علشان يعملوا مجموعة من الأبحاث أو النتائج وما لهمش علاقة بحياة الناس إزاي النهاردة البحاثين المصريين والعرب شغلهم بيخدم يعني وصيق الصلة كمان بحياة المواطن البسيط للغاية في الشارع تمام البحث العلمي في البداية هو عبارة عن فكرة بتنبع من احتياجات قطاعات المجتمع المختلفة فأنا بشوف المجتمع محتاج إيه وببتدي أدرس الـ من رؤية نظر بقى باحث أو عالم بيبتدي يشوف إيه اللي ممكن يعني أعمله استحسان أو أن أنا أطور من الـ point دي لمصلحة الجمع أو مصلحة المجتمع يعني مثلا الأفكار الخاصة بالبيئة ومصادر مية ومصادر الطاقة كل دي مشكلات بين المسحة على الأرض الواقع فكانت الأفكار البحثية اللي بتعمل على إنتاج مصادر جديدة طاقة لعملية تحليط المياه وطبطين الطرع للتقليل الفقد من المياه استحداث طرق جديدة للزراعة سلالات جديدة كل دي كانت أفكار نتيجة مشاكل لما سنها على أرض الواقع بتبتدي ناخد الفكرة دي ونحللها يتحطلها بلان أو استراتيجية بس بتكون قصيرة المدى لأن الموضوعات دي بتكون ذاتها أولوية فبالتالي هي بتكون محط الأنظار في الأول نحاول نسكايب أو نتخطى هذه المشكلة علشان مصلحة المجتمع ومصلحة طيب كان دايما بنقول إن ربما أهم تحدي بيواجه نتائج البحث العلمي إن هي تكون تطبيقية ده في المقام الأول أو إن هي لو كانت هي تطبيقية إن هي ترى النور تتحول إلى منتجات حضرتك بتلمسي إزاي في الفترة الأخيرة إن هذا التحدي أمام البحث العلمي يعني قل بطريقة كبيرة وإن بقينا بنجد وبنرى نتائج البحث العلمي على أرض الواقع في منتجات في مصانع لذب مبدئين هي رؤية الجماعات المصرية والجماعات الأهلية اللي بدأ إنشئت في الفترة اللي فاتت دي أن تكون جماعات جيل رابع بمعنى إيه جماعات الجيل الرابع اللي هي استخدام تطبيقات البحث العلمي في دمجها بريادة الأعمال والشركات وتطبيق هذه الأفكار على أرض الواقع فبدأ فيه اتفاقات شاركة كتير جدا بين شركات ذاتة ثقل مع بعض الباحثين والعلماء لتطبيق بعض الأفكار وده برضو كان نتيجة دعم حصل من القيادة السياسية والقوانين والأحكام اللي كانت بتحكم المكتب براءات الاختراع اللي تم اعتماده من قبل المنظمة الدولية للملكية الفكرية فجعل كل الباحثين اللي لديهم أفكار كانوا بيخافوا عليها تتسرق لا هو بيروح يثبت ملكيته للفكرة وبالتالي بيكون فيه رسبونسر أو ممول لهذه الفكرة ويتم تطبيقها عن طريق بعض الشركات والمصانع وفيه بعض المصانع بدأ إنشاءها لإنتاج مثلا الهايدروجين الأخضر ده كانت بناءة عن فكرة تم دراستها أثبتت ملقيتها لصاحب هذه الفكرة وبالتالي تم إنشاء مصانع لإنتاج هذه البداية قلنا الهايدروجين الأخضر مرتين تلاتة كده مهم جدا يعني برضو لعله وعسع يعني ندي فكرة للناس يعني فيه ممكن يكون حدها الهايدروجين الأخضر خلينا نتفق إن مصادر الطاقة أنواع المصدر الأساسي كان الوقود الأحفوري اللي هو بينتج عنه ثاني أكسيد الكربون احنا عاديين سمعين احتباس حراري وارتفاع درجة حرارة الأرض ده نتيجة الاستخدام أو زيادة وكسرة استخدام هذه الوقود أو هذه البترول والفحم والغاز الطبيعي بصورة كبيرة جدا ينتج عنها ثاني أكسيد الكربون بيؤدي إلى هذه الأضرار بدأنا نفكر كعلماء كباحثين على حاجة تعمل مصدر طاقة أو مادة تديني مصدر للطاقة بديل لهذه الأحفوريات وفي نفس الوقت بدون إنتاج هذا الغاز الخطير اللي بيعمل على تدمير الكوكب بشكل جديد تأثيراته البيئية خطيرة جدا بالزبط الهايدروجين هو مبدئيا فيه كذا لون أو كذا الرمادي واللبني والأزرق والأخضر خلينا نتكلم على الأخضر لأنه هو الخالي من ثاني أكسيد الكربون ده بينتج عن طريق تحليل كهرابي لجزيئات المية وفصلها إلى هايدروجين H2 وأكسجين وبالتالي بيمكن زي ضغطها وتحولها إلى طاقة يستخدم هو بدأ فيه إنشاء مصانع بره طبعا لإنتاج هذا الهايدروجين وبيتم نقله عن طريق شاحنات إلى أماكن استخدامها وبرضو الفكرة دي إن شاء الله بإذن الله في جاري تنفذها على أرض الوقع في مصر طيب تمام يعني أعتقد ممكن يكون لنا بقى لقاء كامل عن الهايدروجين الأخضر لأنه شيء مهم عايز سريعا تقولي لي حضرتك برضو كيف تلمسي تصاعد دور المرأة في مجال البحث العلمي في مصر والوطن العربي في الفترة الأخيرة واهتمام يعني الدول والقيادات طبعا الرئيس السيسي في مصر والقيادات العربية بالمرأة الباحثة والعالمة له فيه سبورت كبير جدا للمرأة الباحثة يعني زمان كان ممكن نقول أن يعني شوية بيتم تحقير شوية دور المرأة أو لا بالوقت بقت المرأة بارزة وتمثل عضو أساسي يعني إحنا لو بصينا في معظم الوزارات هنلاقي في وذيرات كثيرات من السيدات وفعلا بيقوموا بدور بارز جدا على أرض الواقع وعادرين أن هم يتموا المهام بشكل كويس جدا كمان إحنا لسه شايفين مبارح فخامة الرئيس بيستقبل رئيس الأركان للإمارات رئيس أركان قوات مسلحة الإماراتية وفي سيدة أعدة في هذا اللقاء هي السفيرة مريم الكعبي سفيرة الإمارات العربية المتحدة في مصر يعني كمان العرب يعني بقوا يهتموا بأن هذا المنصب الرفيع تشغله إمرأة فيعني نتمنى كل الخير للبحث العلمي وكمان البيئة وقضاياها لأنها شديدة الصلة بحياتنا وبالمرأة في كافة المجالات لكن كمان في مجال البحث العلمي دكتور شيماء أحمد مؤمن عضو الاتحاد العربي للتنمية المستدامة والأستاذ في جامعة عين شمس شرفتين أفندي شكرا جزيلا على هذا اللقاء تحياتي شكرا شكرا